دربوا بالألم والمعجب ردهوله حاول يصوروا بطريقة مش عجبية طلب منه الموبايل والولد رفض تفاصيل خنائة محمد رمضان مع شاب معجب في السحل الشامل هجوم كبير على النجم محمد رمضان خلال الساعات اللي فتت بسبب الفيديو المنتشر من السحل وهو بيتبادل الدرب مع معجب لي حاول يتصور معاه وبحسب الفيديو المنشور محمد رمضان كان موجود في أحد الأماكن بالسحل الشمالي وظهر وهو بيتشاجر مع شاب واضح من المشهد أنه كان بيصور فيديو غير لائق لمحمد رمضان فتعصب محمد رمضان واندفع ناحية الشاب وفضل يسرخ فيه ويقوله طلع الموبايل والولد قاله اهدى هديك الموبايل بس محمد رمضان فقد عصابه واملاطش الولد بالألم على وشه الولد موقفش يتفرق وحاول يشتبك مع محمد رمضان وامره ضدله الألم قدام الجمهور واشتعلت الأزمة قبل ما يحاول المتوجدين أنهم يهدوا الأمور ما بينهم وفي أول تصرف من محمد رمضان بعد الواقع دي شارك مع متابعينه وفيديو ليه بنفس المكان اللي حصلت فيه المشاجرة تقريبا بس وهو مع جمهور اللي بيحتفي به وبيحاول يتصور معاه للذكرى وكان محمد رمضان بيرد على كل اللي بيهجمه بتجاهل الموضوع وكان محمد رمضان احتفل خلال الأيام اللي فاتت بترح أغنيته الجديدة بمزاجي أعلى كل المنصات الموسيقية وموقع يوتيوب واعتمد رمضان في الأغنية على الرسوم المتحركة ما ظهرش بوشه في الكلاب واكتفى بأنه يظهر برسوم سكيتشات ليه وهو لابس ألوان صيفية بتتناسب مع الجو المبهج للكلاب استعان رمضان في الأغنية بشخصيات من مسلسلاته فمثلا ظهر في مسلسل ابن حلال اللي قدمه في 2014 كمان شخصية دلال فاتحالة اللي قدمتها إيمان العاصي في مسلسل جعفر العمدة اللي تعرض في رمضان 2023 ضمن كلمات الأغنية وفيسبب الأغنية دي اتعرض محمد رمضان لهجوم كبير من الجمهور لأنه شارك مقطع فيديو ليه خلال غناة جزء منها فعرابيته احتفالاً بترحاها مؤخراً وده تزامن مع وفاة لعب منتخب مصر ونادي مودرن سبورت أحمد رفعت وظهر رمضان وهو بيرقس جوه العربي على نغمات بمزاجي وعلق واحد من المتابعين على الفيديو اللي نشره وقال احنا بنحبك وعايزينك تبقى شبهنا وتزعل على الراجل اللي راح ده حتى لو مش دع لها نحترم مشاعرنا وتنزلش أغاني واحد تاني قال يا رمضان عيب انت بتغني وأحمد رفعت لسه متوفي لشاب وجمهور كله زعلان عليه عيب ده لو مسؤول أو أمير في دولة عربية هتنزل معي وتقلب الدنيا وكان أحمد رفعت اتوفى متأثر بأزمة صحية اتعرض لها في 11 مارس 2024 خلال مباراة فريقه ونادي الاتحاد السكندري توقف قلبه وقتها حوالي ساعتين ولكنه رجع للحياة وحالته تحسنت جدا وكان في أمل انه يرجع يلعب تاني خيم الحزن على الشعب المصري كله اللي صحي على خبر وفاته كله كان مهموم باللي حصل له عشان كده ما كانش في حد متقبل ان حد يتجهل موته ويغني ويرقص في الوقت ده وده كان السبب الأساسي في الهجوم على محمد رمضان اللي ما احترمش حزن الناس على رفعت وكان محمد رمضان اختتم فعليات مهرجان موازين على مصرح ساحة النهضة الشهر الفات وقدم خلال الحفلة اللي كانت كاملة العدد بحضور جماهيري ضخم مجموعة من أغاني وسط فعل كبير جدا مع الاستعراضات اللي قدمها على المصرح مع الراق الصين